عندي خبر لازم اعلق عليه وده برنامج يعني اخباري فاحنا قاسفين انه غالطول فيه اخبار شفنا بوست كنا اكلمنا على النجم علي زين علي زين نجم مصر في الهاندبول علي زين نجم اوروبا وحصل فريقه فريق بارسلونا حصل على دوري ابطال اوروبا من ايام قليلة علي زين يعني على منصة التتويج كان الوحيد اللي شايل عالم بلده شايل عالم مصر وانا هنا علقت في هذا البرنامج على هذا المشهد وقلت يا علي بشكرك بشكرك انك رافع راسنا يا علي بشكرك ان انت شايل عالم مصر بشكر انتمائك وهو ده هو ده اللاعب المصري العظيم نشوف بقى علي زين اللي راجع مصر بقى راجع مصر اجازة كاتب ايه علي بقى على السوشال ميديا بتاعته من البحبت جدا ان يتم ابلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري ابطال اوروبا طبعا ما حصلتش قبل كده في الهاندبول ما حصلتش قبل كده وبكده يعني كونك بطل مصري فائز بدوري ابطال اوروبا ابطال اوروبا بقى وكده ويتم تجاهلك تجاهل تام وما تلاقيش اي حد في استقبالك في المطار وده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي هو يا جماعة وراكو ايه يعني معلش انا اسفة يعني السيد وزير الرياضة هو ايه اهم من استقبال نجم زي علي زين نجم مصري ما عندناش زيه الحقيقة كتير ونجم مصري لسه واخد دوري ابطال اوروبا ده مش واخد الدوري ده مش واخد دوري المصري ده واخد دوري ابطال اوروبا هو ايه اهم معلش فيه اجندة وزارة الرياضة واهم ويعني جدول وزارة الرياضة من ان السيد وزير الشباب والرياضة او يا عم يا سيدي نائب وزير الشباب والرياضة وكيل وزير الشباب والرياضة مش هقول الاتحاد للاتحاد في البحر المتوسط الاتحاد موجود في البحر المتوسط في المسابقة في وهران ولسه بنتكلم معاهم من شوية هو ايه اهم من استقبال علي زين طب وليه ندي الولد احساس انه على فكرة حنستقبلك وهو ده المفروض ان احنا نستقبله وما نستقبلوش على فكرة هو بطل ونجم في اوروبا كلها وفي العالم ولكن هو نجم ايضا في مصر واللي هو لازم يبقى محمد صلاح ونعمل حفلة حزينة لمحمد صلاح حزينة مقدرش اقول غير انها حزينة ونعمل تروفي حزين كده مقلد من احد البرامج وندي لمحمد صلاح بشكل بصراحة لا يدعو للفخر على الاطلاق هو محمد صلاح بيعمل له حاجة كده وما حدش يروح يقابله طب يا عم يعملوله يعني تسهيلات اهلا دي ولا مرحبة ولا بتسموها ايه اللي في المطار هو ده كلام هو ده كلام ونزعل لما شباب الرياضين اخرين يروحوا بقى يتجنسوا ولا يروحوا يلعبوا الاتحادات تانية ولا يروحوا يقولوا لا والله بلد تانية احسن يا اما نقدر نجمنا يا اما ما نزعلش بقى لما يروحوا يذهبوا الى نوادي اخرى و الى دول اخرى التقدير اهم من الفلوس التقدير المعنوي اهم كتير من ان انا اديله جايزة شكلها غريب تقدير يا اخي قابله قابله على المطار وراك ايه يعني انا بحاول من ساعة لحظة ما شفت علي زين على منصة التتويج ان انا اقول له من فضلك انا عايزة اتصال انا عايزك تيجي لاني قدر اقدر قيمة علي زين وكلمته عشان اهنيه على الهوى وكلمنا والده المستشار زين الهواري بس واضح انه هو يعني منشغل او نام او كده لكن حفظ الوراهم لحد ما استضيف علي زين لانه علي زين نجم يجب ان اهتم بيه واستضفنا قبل كده في هذا البرنامج ما تزعلوش منهم بقى محدش يزعل من ابطالنا لما يقرروا ان هم يمشوا ما تزعلوش منهم وده اللي انا قلته على قصة قبل كده قلتها قبل كده نزعل منهم ليه ما احنا بنعملهم بالشكل ده يا نعملهم كويس ونقدرهم يا امه بصراحة انا مش عارف احنا بنعمل ايه ايه يعني اهم من فكرة ان احنا نقابل علي زين ورانا ايه ايه الاجندة كلامي بوجهه لوزارة الرياضة لوزير الرياضة لكل المسؤولين عن الرياضة في مصر علي زين اهلا بيك في مصر انا بقولك واحدة من جمهورك اهلا بيك في مصر كنت اتمنى ان انا اعرف معادك على الاقل كنت هبعد كاميرا علي عشان استقبلك على المطار بعتذر جدا بس انا الشباب بالنسبالي يعني انتوا جزء من الشباب ده والشباب الرياضة بالذات مش قصة مش كورة قدم بس قصة كمان كل انواع الرياضة